اشتركوا في القناة اطلاق المجلس الاعلى للبيئة 85600 من الاسماك وصغار الاسماك في عدة مناطق داخل المياه الاقليمية لمملكة البحرين حيث اشهد وزير النفط والبيئة بجهود فريق العمل طوال فترة الانتاج وصولا لمرحلة الاطلاق التي نفذت بكل دقة واحترافية بهدف تعزيز الثروة البحرية وزيادة المخزون السمكي واضح الوزير ان عملية اطلاق صغار الاسماك تتم على ثلاث مراحل في عدة مواطن وبيئات بحرية ملائمة لطبيعتها وفقا للمعايير العلمية التي تضمن توفر الظروف الملائمة لنموها وتغذيتها وحمايتها واشار وزير النفط والبيئة الى ان المركز الوطني للاستزراع السمكي اتخذ الاجراءات اللازمة للتأكد من جودة وصحة الاسماك وضمان نجاح عملية الانزال السمكية في اطار تعزيز الثروة البحرية وزيادة المخزون السمكي تحرص مملكة البحرين على تبني مختلف المبادرات التي من شأنها ان تسهم في زيادة الانتاج وتحقيق الامن الغذائي والتنمية المستدامة ومن بين تلك المبادرات وضع وتنفيذ مشروعا استراتيجيا للانتاج الوطني للغذاء حيث كرست الحكومة من خلال وزاراتها والجهات المختصة الجهود لاعداد استراتيجية وطنية شاملة تعنى بالامن الغذائي ليكون الاستزراع السمكي والاستثمار فيه احد اهم محاورها والى جانب تلك الجهود يبرز المجلس الاعلى للبيئة دوره الفاعل في اصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة والمحافظة على مواردها الحية وتنميتها للاجيال القادمة ولتحقيق الاهداف المرجوة تم تشجيع القطاع الخاص لمساهمة في تربية الاحياء المائية الى جانب استزراع الاصناف السمكية التي تلبي احتياجات وذائقة المستهلكين المحليين وتفضيلاتهم الغذائية على نحو يضمن توافرها على مدار العام ويسهم في تقليل جهد الصيد واعادة التوازن الايكولوجي للمنظومة البحرية التي تعرض مخزونها للتراجع بفعل الممارسات الضارة تهيئة المركز الوطني للاستزراع البحري جاءت لتتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة ورفع انتاج الاصبعيات التي يقوم المركز بتربيتها وبيعها بجودتها العالية واسعارها التنافسية نظرا الى تفعيل انظمة الدفع الهوائي للمياه وتحسين جودتها والعمل وفق البروتوكول شبه المغلق للتحكم في كميات المغذيات في احواض الاسماك فضلا عن رفع مستويات انتاج الغذاء جمع هذه الجهود والمبادرات ساهمت وبشكل فاعل في اثراء المخزون السمكي وزيادة الانتاج والمساهمة في تحقيق متطلبات الامن الغذائي اشتركوا في القناة